بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم بشهادة نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله قبل قليل كنت أستمع إلى أحدى المحاضرات الدينية وتفاجأت بأن شيخ المنبر ينصح الزوجة ويقول لها اتركي زوجك يخرج متى ما يريد ولا تجعل الزوج يجلس في البيت لأكثر لأكثر من ثلاث ساعات لماذا؟ لأن الرجل قد خلقه الله سبحانه وتعالى بالفطرة يحب الحرية وإذا بقي سوف تتورطين لأنه يفتعل المشاكل سبحان الله هذا الخطاب لا ينتمي صراحة للدين والإسلام بشيء مطلقا ولا ينتمي لروايات أهل البيت عليهم السلام الإمام الصادق عليه السلام يقول من لم يسعه بيته فليس بمؤمن من لم يسعه بيته عفوا فليس بمؤمن الإنسان الذي لا يستطيع أن يبقى في البيت يشعر بأن البيت عبارة عن سجن خصوصا إذا كان متزوج ولديه أطفال عليه أن يجلس معهم عليه أن يستمع لهم عليه أن يربيهم والتربية واجب عليه وليس على المرأة عليه أن يلاطفهم يرشدهم ينصحهم وكذلك الزوجة تحتاج إلى زوجها بأن يجلس معها يستمع إليها يعينها يساعدها إلى غير ذلك هذا النوع من الخطاب ليس بصحيح المؤمن من وسعه بيته ومن لم يسعه بيته فليس بمؤمن لماذا؟ لأن الإنسان عادة الإنسان بالفطرة بالفطرة عادة يريد أن يبقى بجوار زوجته وعياله لأن الله سبحانه وتعالى بالفطرة قد جعل النساء لنا سكنا وجعلنا سكنا لهم الإنسان متى يشعر بالسكون بالطمأنينة في بيته ليس الفطرة بأن الرجل لا يحب أن يبقى في البيت ويريد أن يكون حراً لا الفطرة أن يبقى في بيته ولذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كان إذا لم يكن لديه عمل خارج المنزل يبقى في بيته ولو ليوم كامل لا يخرج علماؤنا الأعلام مراجعنا العظام إذا كان لديه عمل خرج من بيته إذا لم يكن لديه عمل لا يخرج من بيته أبداً إلا لحاجة إلا لضرورة خصوصاً عندما نجد أن المجتمع اليوم ليس بالمجتمع المسلم فلا يأمن من خرج من بيته ماذا؟ من النظرة من الكذيب من الغيبة من النميمة من أمور ملهية جداً ملهية جداً ويعني ربما إذا أردت أن أتثق مع هذا الشيخ لقلت بكلمة بأنه لا بأس بأن يذهب إلى مكان فيه عمار بذكر أهل البيت عليهم السلام يعني يذهب لملاقات الإخوان من المؤمنين الذين إذا ما جلس معهم ذكروه بالله عز وجل قربوه من الله سبحانه وتعالى نعم ملاقات الأخيار ملاقات الصالحين يعمر القلب بالإيمان ولكن في العمل أغلب اليوم الكثير من هؤلاء الأزواج لا يذهبون إلى عالم وإلى مؤمن أو إلى صديق خلوق إلى غير ذلك وإنما هي الساعات التي تنتهي بالكلام حول الدنيا وبما فيها من سيارات وبيوت وسياسة والقيل والقال والغيبة والنميمة وإلى غير ذلك ثم يرجع يعني يحمل على ظهره يعني جبلاً من الذنوب ويرجع إلى بيته والنبي صلى الله عليه وآله يحث يحث على الجلوس عند الزوجة والعيال عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله جلوس ساعة ساعة مع الزوجة والعيال جلوس المرء مع عياله زوجته وعياله ساعة يعادل عبادة شهرين وفي رواية اعتكاف شهرين في مسجدي هذا يعني عبادة عبادة شهرين فعلى الإنسان أن يأخذ بحث النبي صلى الله عليه وآله فكيف إذا كان قد جلس الساعتين والثلاث أتعلم بأنه من لم يستنكف من لم يستنكف من الجلوس مع الأطفال والزوجة يعني يوجد بعضهم يستنكف شنو أنا قاعد بالبيتاني رجال شنو أقعد بالبيت شنو مقابل مرتي شنو مقابل عيالي مع الأسف هذا من التكبر والله سبحانه وتعالى يحاسبه يوم القيامة وهذا يعتبر متعجرف ويدل على النرجسية والأنانية أما المؤمن لا كما قال رسول الله للمولى علي بن أبي طالب عليه السلام من لم يستنكف من خدمة العيال عندما تعلمهم عندما تنصحهم ترشدهم فأنت تكون في خدمتهم يعني أنت اليوم كوالد أنا في خدمة أولادي جالس في البيت هذا محتاج نصيحة وهذا محتاج تربية وهذا محتاج أساعد في دراسة وهذا محتاج في مذاكرة أو في قراءة أو في شيء معين والزوجة كذلك محتاجة أنا في خدمة العيال وقرأ يا علي من لم يستنكف من خدمة العيال يعني دخل إلى الجنة بغير حساب مر على الصراط كالبرق الخاطف لا يفتح الله له ديوان يوم القيامة لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما فعل في الدنيا وكثير من الخيرات فمع الأسف الشديد هذا الكلام ليس بصحيح مع الأسف ولا أعرف يعني صراحة لا أعرف لماذا يكون الخطاب ذكوري على منبر رسول الله بهذه الحدة والشدة لا أعرف صراحة ونسأل الله للجميع الهداية برنامج صباحات ولا أيام أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام